السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزاء طلاب الصف الثالث من توسط. رجعت إياكم نحل أهم الأسئلة المرشحة عن الامتحان الوزاري. وعندنا طلاب العزاء السؤال عن آآ المجال الكهربائي. شون تعرف مجال الكهربائي هو راح يقول لك مجال الكهربائي. من تسمع مجال الكهربائي راح تحل السؤال بهالطريقة هاي السهلة. اول شي طلاب تكتب كلمة الحل. وتجي تحل السؤال. شحنة كهربائية نقاطية. طبعا هاي نقاطية. موجب مقدارها وده يقول لك ترى الشحنة هل قد مقدارها. انت حافظ الشحنة هي كيو. اثنين في عشرة سارب. تسعة كولوم. وضعت عند نقطة في مجال الكهربائي. اذا مجال كهربائي فتأثرت بقوة. القوة هي شنية? القوة اف. لازم تعرف الشحنة كيو. القوة اف حتى تعرف الجاوب. القوة مقدارها اربعة في عشرة سارب ستة. طلاب حتى تصير ذكي بالمسائل الفيزياء. واحفظيني القوة شن رمزها الشحنة شن رمزها حتى تعرف من يقول لك شو حنة تعرفها كيو من يقول لك قوة تعرفها اف. اهم شي طلاب ما مقدار على المجال الكهربائي. المجال الكهربائي رمزائي. مجال الكهربائي رمزائي. وانا سميه مثل ما سميته بالفيديو السابق اللي شرحت بيه جميع قوانين الفيزياء. اسميه قانون ايفك. شون قانون ايفك? اي يساوي لنا. ايف على كيو. اي يساوي لنا ايف على كيو. تقدر طلاب تخليه بهذا المثلث اللي راح نحتاجه. اي يساوي لنا ايف على كيو. اذا شو عندي طلاب يا قانون? قانون اي. ايف على كيو قانون ايفك. اذا هسه طلاب الاي راح يساوي لنا. الاف جقد نعطيك ايها اربعة. في عشرة سارب ستة. على الكيو قد عندك اثنين في عشرة سارب تسعة. اثنين في عشرة سارب تسعة. هذا طلاب الاعزاء القانون. به الصورة هذه قانون ايفك. تقدر تقول اثنين على اربعة على اثنين بها اثنين. وهنا طلاب ينزل عندي عشرة سارب ستة في عشرة. موجة بتسعة. هي مو سارب تسعة من تسعة فوق الصير موجب تسعة. اذا طلاب الاي راح يساوي النا اثنين في عشرة ستة سالب ستة زائد تسعة هي موجب ثلاثة. والمجال الكهربائي طلعنا بهالسهولة هذه البسيطة. طلاب العزاء بعد بس تخلي النيوتن عليه كولوم هي وحدة القياس. هنا طلاب حلينا هذا السؤال راح نحل السؤال الاخر نفسه على المجال الكهربائي بس يرجم لعندها غير مطلق. اذا طلاب العزاء سؤال يقول شحنة كهربائية مقدارها هذي شنه هي شحنة? ولازم تعرف الشحنة هي كيو. ثلاثة مايكرو كولوم. هذا طلاب المايكرو هذا المايكرو عبارة عن ثلاثة في عشرة سالب ستة كولوم. يعني استوى ان هذا المايكرو حولنا ترقيمة عشرة سالب ستة. اه وضعت عنده نقطة في مجال كهربائي وكان مقدار المجال. مقدار المجال طلاب المجال هو رمزة اي. شو يساوينا المجال? اربعة في عشرة سالب ستة العفو موجة بستة نيوتن على كولوم. احسب مقدار القوة اهم شي طلاب هي هاي كلمة احسب. القوة لازم تعرفها قانون اللي قوة هي اي. شو راح ارفها هذا قانون المجال الكهربائي. طلاب انت اسمع قانون مجال الكهربائي هو قانون ايفك. وانا قلت لك يا. القانون ايفك يساوينا ايف على كيو. ايفك. خلي اكتبه مرة لخ. هاي اي من عندي اسمي قانون ايفك. اذا طلاب الاي راح يساوينا ايف على اكيو. زيان. هو ش رايد من عندك الايف? الايف ش تساوي لي بوع جوه? اذا الايف راح تساوي لي الايفي كيو. هسا تقول لي اكتب هذا القانون ما يحتاج. اذا انت وحافظ ايفك. الايف ش يساوي ان هو رايد منك الايف مجهول. اي في كيو. اذا الايف راح يساوينا جقدل اي. الاي هو اربعة في عشر موجب ستة. في جقدل كيو. ثلاثة في عشرة سارب ستة. سارب ستة عفوا. هنا طلاب الايف راح يساوينا. اربعة في ثلاثة اطناعش. في عشرة. ستة ناقص ستة صفر اذا. في هنا قوة قاس بالنيوتن. هذا صارت صفر هنا عدي. انتهي حل السؤال بكل سهولة. هذن طلاب السؤالين مهمات جدا ممكن يجنك بالامتحان الوزاري. اذا طلاب العزاء كمان قوانين المجال الكهربائي راح ناخذ قوانين اخرى. واسئلة ومسال اخرى. اتمنى لكم التوفيق. هاي مراجعة ليلة الامتحان. ان شاء الله تكون مجدين ومجتهدين وتنجحون. مع السلامة.